عندما كان فهمي صغيرا ماتت أمه ولم يجد من أبيه إلا كل قسوة فكان يعاقبه دون سبب وإذا اعترض ترضه من البيت وعندما لا يجد طعاما يضطر للعودة إلى أبيه وزوجته التي لم تكن أرحم به من أبيه لم يكن أحد يهتم بفهمي إلا صديقه هادي وأسرته فكثيرا ما كان يهرب من قسوة أبيه ويذهب إليه فيجد من الجميع كل عطف ومحبة وعندما وصل فهمي للمرحلة الإعدادية أخرجه والده من المدرسة ليعمل في ورشة حدادة فلم يجد من صاحبها إلا كل قسوة أيضا فهرب واختار الحياة مع أطفال الشوارع فأصبح قاسي القلب ومع بداية مرحلة الشباب أصبح لصى وعندما التقى به صديق طفولته هادي عاتبه كثيرا وطلب منه التوبة والبحث عن عمل شريف وهدده بأنه سيقوم بإبلاغ الشرطة عن مكانه إن لم يترك السرقة ويعود إلى الله فغضب فهمي من صديقه كثيرا وفي أحد الأيام وأثناء ما كان هادي ووالده وإخوته يحضرون عقد قران بالعاصمة دخل فهمي لسرقة بيتهم ولكنه فوجئ بوجود والدة هادي داخل البيت والتي لم تعرف لتنكره وإذا بها تقول له ما بك يا بني هل أنت جائع فأصنع لك طعاما فتذكر فهمي رفقها به في طفولته وبكى بعد أن دخل سهم إحسانها إلى قلبه وقال لها في الحقيقة لست جائعة وإنما جئت لأسرق ثم أخذ يستغفر ويقول أردت سرقتها وهي تدعوني للطعام وفي هذه الأثناء وجد فهمي حافظة نقود هادي أمامه بعد أن نسيها عند مغادرته للبيت وعندما أمسك بها وجد داخلها أوراقا كثيرة وعندما قرأ إحداها أصابه الذهول فقد وجد إيصالا لجمعية خيرية بكفالة يتيم باسم فهمي فبكى فهمي وقال للأم لقد كفل ابنك يتيما عني منذ عامين لأنه يحبني ويخشى علي النار وأنا أجيء لأسرقه وأن تقم منه أقسم لك يا أمي أنني سأتوب من الآن إلى الله ولن أعود إلى السرقة أبدا تذكرت الأم فهمي فابتسمت له وقالت أعلم كيف كان أبوك وزوجته يعملانك بقسوة ولم يحسن إليك مرة لأنهما لم يعلم أن للإحسان قوة لها تأثير أكبر من القهر والعقاب فسامحما يا بني وطالما تبت إلى الله عد إلى والدك فهو مريض ويحتاج إليك وتذكر قول الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما خرج فهمي باكيا وذهب إلى أبيه المريض الذي أحسن استقباله وطلب منه أن يسامحه على كل ما مضى فقبل يديه ورأسه وسامحه وقرر العيش معه وخدمته بعد أن تركته زوجته ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما اللهم صار على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وحاولت تلميذات إحدى الأدارس التانوية على تناول فطورهن معا أثناء الفسحة ترجمة نانسي قنقر